أعزائي المشاهدين أهلاً ومرحباً معكم في حلقة جديدة من المسيح والحل ليس أحد يضع يده على المحراث وينظر إلى الوراء يصلح لملكوت الله لؤة تسعة قالها يسوع المسيح لشاب أراد أن يتبعه بس الشاب حط شرط أنه لازم قبل ما يتبع الرب يسوع عليه أن يروح لبيته يودع أهله فقاله الرب يسوع قاله من يضع يده على المحراث لا ينظر إلى الوراء ممكن حضرتك تكون نفسك تتبع الرب يسوع وعمال تحسبها في دماغك الأول أتطمن على أبويا أتطمن على أمي أشوف موضوع عيالي أشوف أكل عيشي كل الحسابات دي لطيفة وجميلة بس من غير ما تتبع المسيح لكن الحقيقة لما تكون عايز تتبع المسيح ما ينفعش تحسبها كده لأن الفرق كبير جدا على ما تركته وما قررت أن تتبعه ما تعطلش نفسك اللي بيحط يده على المحرات لو بص على وراء لازم لازم في شيء حيعطله أو ممكن ما يتبعش المسيح دايماً خليك باص سلوء قدام المستقبل الأبدي هو الأطول والأضمن هو ملكوت الله أما اللي وراء هو البيت وأهل البيت لو حد عايز يسلوك سلوك مستقيم لقدامي يعني إيه يعمل الخط مستقيم كده لابد أن يترك اللي وراء الأب مات المسكين قال حاجة ظريفة يعني قال إيه إذا تركت من كل قلبك ستأخذ قوة للإندفاع إلى الأمام زي ما قال بولس الرسول ولكني أفعل شيئاً واحداً إذ أنا أنسى ما هو وراء وأمتد إلى ما هو قدام ابدأ أول خطوة فإن هذه الخطوة الأولى ستدفعك إلى الأمام وحتديك قوة على الترك وكلما تركت تمتد أكثر إلى الأمام والبعدين لا يمكن أن يتلاقيا ده كلام أبونا متى المسكين فإذا نظرت إلى الوراء هتتكابل إلى الأبد ومش هتوصل لملكوت الله زي ما بولس الرسول قال لتميساوس امسك بالحياة الأبدية التي إليها دعيتها أيضاً عزيز المشاهد لا مجال للتردد لو ترددت هتضيع الفرصة عليك لو ترددت وبصت وراك هتضيع الفرصة عليك بقولها لك بصراحة اللي بيحط إيده على المحرات لو بص الوراء ممكن حيتكابل ممكن حيقع ممكن حيتجرح أو ممكن ما يموت خالص امرأة لوت بصت لورا وملحقتش لوت تحولت إلى عمود ملح أرجوك لو خدت قرار أنك تمشي مع المسيح ما تحسبهاش كمل معاه لأن المسيح هو الحديث اشتركوا في القناة